وكمان يعني فيه برضو من علامات الاستفاة المصراحة اللي احنا كلما كلمنا فيها مبارح تحديدا مروان عطية علشان قلنا انه هو من يعني عمل البطولة قوية جدا مع النادي الاهليوي من اللعبة طبعا المميزة بس قلنا انه ممكن يتم راحته من قبل روي فتوريا ويه مهند لشين هو اللي يبدأ النهاردة بدأ روي فتوريا بدأ بمروان عطية طوال المباراة غير مروان عطية في اخر المباراة على اي حال خلونا نروح نستعر تصريحات كابت مروان عطية بعد الفوز على غينيا قال ان هي بداية المباراة لم نظر بالشكل المطلوب لكن احنا دخلنا اجواء المباراة بعد نصف الساعة ظهرنا بشكل افضل خاصة في اشهوط التاني وحققنا المطلوب كمان قال ان محمد صلاح قال له انه لاعب مميز وانه يملك امكانيات كبيرة وان الفريق باكمله سيعمل على مساعدته لالظهور بشكل جيد هو بيقول ان هو بيجتهد يحاول دائما ان هو يطور من قدراته حاجة مهمة جدا وحاجة ملحوظة جدا وانه بيشعر بيئة الفخر بعد تحقيق دوري ابطال الافريقية طبعا مع النادي الاهلي وبعد كده الانتقال والمشاركة بشكل اساسي مع منتخب مصر اتمنى تقديم الاضافة ده طبعا تكريم ليه مروان عطية بعد المستوى الرائع الذي ظهر مع النادي الاهلي تكريم ليه انه طبعا يبقى اساسي في منتخب مصر دي كانت اصرحي مروان عطية ليه بدأ بي روي فطوري ده برضو احنا نكلم فيه مع ضيوفنا النار ده ان شاء الله